سلام عليكم ورحمة الله اخواني الافاضل انما كنتم حياكم الله نحن اليوم الخميس عشرين سبتمبر الفين وثمنتاش وهذا حديثي اليكم مباشر عن بعض اخر المستجدات والتطورات في البلاد اهمها ربما ما يجري من صدام وصراع وإطاحات وربما حتى اعتقالات لبعض كبار ضباط داخل الشرطة ولكن اساسا داخل الجيش داخل درك ايضا وربما تعليقات على بعض الاشياء اللي كانت هذه الايام مثل هذه زيارة ميركل للجزائر امس وبعض الفضايح اللي شفناها مثل فضيحة المترجم وطريقة اللي كانت يعني كان واضح انها وطريقة بودفليقة لما التقاها وهو في حالة محنطة وكانت المرأة ميركل تتكلم مع المترجم اكثر من انا نتكلم مع الرئيس لانها فجعت فجعت يعني المرأة بحالة شخص اللي كان يبدو وكانه ميكانيك يعني وقفوه يديه وقفوه في مكان ما يعني فضحونا هذا الله هذا الرهد صراحة فضحونا امام العالم اجمعين كان هناك ايضا هذا الامطار اللي بمجرد ان تسقط تغرق مدن باكمالها قبل ايام تبسة البارح اقسنطينا قبل ثلاث ايام الاربعة اعتقد بالعباس اليوم في حديث ان عنابة ايضا غرقت او على الاقل فيها مشاكل هذا كله يخلينا مرة اخرى مؤلم لكن خليني نرجع معاكم اساسا فيه بعض اسئلتهم ان شاء الله ايضا نحاول نرد عليها قدر ما استطيع نرجع اساسا لما يجري لاخر تطور تطورات اللي واقع داخل هرم السلطة العسكرية كما نعرفو كما تبعنا مع بعض ربما وكما نتابعوا وكثير منكم نتابعوا على الانترنت وعلى جهات اخرى ان هناك تصفية هناك عملية ايطاحة بعدد هائل وكبير جدا من القيادة العسكرية يعني لم يسبق في تاريخ الدول ان قامت قام النظام دولة باسقاط هذا العدد الهائل من من جنرالاته ومن كبار ضباطه لان الذين يسقطون ليس فق الجنرالات في حالات السلم او في حالات ما فيش انقلاب ما فيش سقوط للنظام ومجيء نظام اخرى مفهوم لكن نظام واحده هو نفس النظام القائم ثم يقدم على هذه التنحيات وهذه الانترنت هذا تقريبا غير مسبوق في تاريخ الدول لم يسبق له مثيل والاخطر انها لم تعود فقط ايطاحات واللي مست 80 بالمئة تقريبا من كبار القادة الميدانيين وحوالي 50 الى 55 بالمئة من القادة الاداريين من كبار جنرالات الاداريين وانما الان فيه منع من الصفر فيه سحب للجوازات طبعا عندهم كلهم سحب جوازات دبلوماسية لهم ولأسرهم ولأبنائهم ولأسهارهم تم سحب الجوازات منهم وفيه تفتيش ايضا لبيوتهم هناك من يتحدث على الاعتقال بعضهم هناك اخرين تحت الرقابة القضائية اذا هذا ولذلك هذا الموضوع موضوع موضوع التحقيقات وربما الاعتقالات ومنع جواز الصفر وهذا يثبت شيء هو انه ما يقولونه من ان هذه التغييرات تأتي في اطار تشبيب الجيش وضخوا بدماء جديدة وتبادل على الوظائف سمعنا قايد صالحة قالها اكثر من مرة ثم عودتها مجلة الجيش وطبعا صحافتهم وابواقهم سواء في الصحافة او في المرتزقة على الانترنت لموش الالكترونيك او المستيكو الالكترونيك كما قال لي واحد هذا الذباب الالكترونيك كرر يقول لك لا هذا هو وهذه فقط في اطار انه ما يحدث في الجزائر اليوم هو في اطار اعطاء اعطاء فرصة لاخرين واعطاء مناصب لاخرين لو افترضنا ان هذا الكلام كان صحيح فان بداية التحقيق معهم ومنعهم من كبار جنات من السفر وسحب جوازات سفرهم ورقابة القضائية لبعضهم وكل هذا كل هذا يثبت ان الكلام اللي قيل على ان هذا شيء عادي وطبيعي غير صحيح والسبب الاخر ايضا على هذا الموضوع هو كيف تقوم باسقاط هذا العدد الهائل من الجنرالات وانت اللي بدلتهم بهم يعني اللي جوا في مناصبهم يعني شنغريحة اليوم اللي يخلف رسميا السعيد شنغريحة اللي يخلف حسن طافر يعني تقريبا في نفس السن فعلى القوات البرية شنغريحة كان في القايد الناحية الثالثة والان اصبح قايد القوات البرية نفس السن اذا المقولة بان هذا يأتي في اطار اعطاء الفرص لشباب وكلام ليس صحيح النقطة الاخرى هو ان الذي يقوم بهذه التغييرات هو نفسه يقترب من 79 سنة رسميا يعني يوم موليد جونغريحة 1940 هذا ما يقولونه رسميا اللي يعرفوا يقولوا اكثر من 80 سنة اذا كذبت او اكذوبت ان ما يقومون به هو من اجل اعطاء فرصة لاخرين ولجنرالات شباب وربما تبادل فرص تبادل مناصب الى اخره هذا ليس صحيح ايضا هنا اجيب بالمناسبة لانه ما زال بعض يسأل يقول لك ربما بوتفليقة هو اللي يقوم بهذه التغييرات كما نسمعه رسميا ان رسميا يقولون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مثلا اطاح بالجنرال فلاني او بهاب للتقاعد او نحى فلان او الرجل انتم ما شفتوه امس اخر صورة له مع ميركل هل هل واحد في عنده عقل عمره عشر سنين ما نقولوش اكثر يصدق ان ابوتفليقة يعرف اين يوجد او ان ابوتفليقة فاهم وراه العالم اللي راه فيه او ان ابوتفليقة يستطيع ان يقدم على اشيء بالعكس مسكين هو في عالم اخر عالم اخر وبالتالي الذي يقوم بهذا هو قايد صالح ومعه مجموعة من الجنرالات الموالين له تماما وهنا كما قلت اجيب على الذين مازالوا يتساءلون ربما ويقولوا النوام النوم بوتفليقة هو اللي يقوم بهذه اللي اخر تطورات خلينا نعطي لها لكم ايضا في قضية الاطاحات هو ان تمت الاطاحة بعدد اخر من الضباط من اشهرهم او اهمهم هذا رميل بوشنتوف اللي هو كان مسؤول اللي يسموه مسؤول على الصندوق العسكري المعاشات العسكريين المستخدمين العسكريين هي انه كانت تحت امواله كبيرة اموال كبيرة تحت يدو ورميل بوشنتوف لستو ادري ما هي علاقة قربته مع بوشنتوف الحبيب بوشنتوف لكن تمت الاطاحة به هذا ايضا جنرال من جنات الكبار في وزارة الدفاع هذه تمت قبل يومين تمت الاطاحة ايضا بمدير امن البوليس مدير امن الشرطة في المطار مطار هو ريبو مدين اللي هو محمد تيارتي واطاحوا ايضا بحميد قوسم حميد قوسم هو مدير شرطة الحدود كما تعرفونها اي الشرطة الجزيرية للحدود تم الاطاحة به لكن يبدو ان محمد قوسم تم اعادته لمنصبه بعدين نشرح لكم لماذا وعيده لمنصبه هناك ايضا تمت الان مؤكد انه تم تفتيش اكثر بيوت الجنرالات تم تفتيشهم مثلا في كلام على ان بودواور الجنرال بودواور هذا اللي كان اطاحوا به كان هو مسؤول المالية في وزارة الدفاع في اخبار على انهم وجدوا على الاقل ما يعادل 800 مليار سنتيم من اموال اموال وذهب ويعني الحاجات اللي قيموها على السريع كان هناك تسريبات على 800 مليار سنتيم مبلغ هائل مبلغ هائل هذه بعض الاضافات طبعا لأقدم على الاطاحة برئيس الامن في مطار هووري بومدين لم يوطح بمحمد تيارتي فقط اطيح ايضا بالامنيين تابعين للمخابرات للأسف ففي كل مكان توجد مكان حساس توجد المخابرات الى جانب الشرطة والدرك احياني الى جانب الشرطة احياني الى جانب الدرك لكن في كل مكان توجد المخابرات لانها دولة مخابرات ولذلك تمت الإطاحة بضباط المخابرات اللي كانوا في المطار بعد هروب سعيد باي إلى فرنسا وبعدين خرجوا كذبة أن السعيد باي عاد يعني سعيد باي يخوذ المخاطرة وبكل ما يعنيه وهو الممنوع من الخروج ويعرف أنه ممنوع من الخروج ويصل إلى فرنسا ثم غير يسمع باللي رأهم سمعوا باللي يخرج يعود إلى الجزائر يعني حتى الأكاذيب لما يجوا يكذبوا فيها لا تنطلع على أحد ولا يكاد يصدقها أحد إذن قلت اللي سقطوهم في المطار ليس فقط رئيس البوليس في المطار وإنما أيضا ضباط المخابرات اللي هم في المطار لكن لم يعلنوا اسماءهم كما متعودين المخابرات بالنسبة ليهم هي أشباح لا تذكر بأي حال مرة أخرى لبعض الإخواني هذا اليمين هذا يميني أنتم ما رأكم تشوفو فيه ياسار لأن البعض ما زالوا وقفين عند هذه النقطة رأك تشرب بياسارك بكل أسف لكن لماذا لماذا وصل قبل يومين شفنا بأنه أعلنا عن إسقاط حسن طفار وعبد القادر الوناس هنا أجيب على السؤال الأساسي أعتقد وهذا راح يهمنا لنفهم ما سيحدث في المستقبل قناعة الراسخة أنه جايت صالح استعمل استراتيجية تسمى استراتيجية الهجوم الهجومات المتتالية في عملية الانقضاء المتدرج والهجومات المتتالية ما معنى الانقضاء المتدرج والهجومات المتتالية الانقاض الوثبة أو الضرب الخصم المتدرج ثم الهجومات المتتالية عليها تكمن كالتالي لو تلاحظوا إخواني منذ 26 جوان ومنذ ما قولت عبدالغاني الهامل رئيس الشرطة السابق والجنرال الذي كان يترشح ويتحذر ويتحفز ليكون رئيس دولة خلفا للمحنط بودفليقة منذ أن تمت الإطاحة به في 26 جوان كانت الإطاحة به ثم بعد أسبوع تمت الإطاحة بمناد مناد نوبا رئيس قائد الدرك الهامل ومناد نوبا بيناتهم عندهم أكثر من 420 ألف عنصر 250 ألف عنصر أو يزيد قليلاً في الشرطة وأكثر قليلاً من 170 ألف عنصر في الدرك إذن أول من ضرب في المجموعة الأولى لأننا سنرى أنها كانت أربع حلقات وستأتي حلقات أخرى الحلقة الأولى اللي مشابهها جايد صالح هو أنه قام بضرب أهم جنرالين تحتهم قوى مسلحة ومنظمة وتتلقى الأول منهم مباشرة الشرطة ثم الدرك وهو يسقط في عندما أسقط الهامل أسقط مع عادة كبير جداً من ضباط الشرطة تعرفون بعضهم بعضهم معتقل الآن بعضهم هرب بعضهم تم تغيير وبعضهم راح للتقاعد إلى آخره تقريباً كل تقريباً كل الولايات ليس كلها لكن أغلبية منها الأغلبية العظمى من الولايات من رؤساء الولايات رؤساء الأمنيين الولايات التابعي للشرطة تم إبعادها تم إبعاد أيضاً كل القياديين خمسة من ست رؤساء الإقليميين في الدرك الوطني تم إبعادهم وإبعاد عدد آخر من ضباط الدرك اللي كان عندهم أو كانوا قريبين من منات إذن الحلقة الأولى في الهجوم الأول استهدف الجنرال الهامل والجنرال نوبا اللي باعتبارهم تحتهم قيادات أو تحتهم أكثر من أربعمائية ألف عنصر مسلحة الحلقة الثانية استهدفت مدراء في وزارة الدفاع ومن أهم هؤلاء المدراء سيفي عفواً مقداد الجنرال مكلف بالمستخدمين رئيس الموظفين والمستخدمين العسكريين في وزارة الدفاع وبجمع أبو دواور المسؤول عن المالية مديرية المالية في وزارة الدفاع واللي كما قلت لكم الآن راه تحت ضغوطات رهيبة بعدين نكلمكم عليه وبداية يبدو أنه بدأ يدلهم شوية في الشونتاج المجموعة الثالثة الحلقة الثالثة اللي مشا فيها من بعد قيد صالح ومن معه هو أنه ضرب كبار جنرالات النواحي سعيد باي حبيب بوشنتوف وعبد الرزاق الشريف وهذا كلهم كانوا يا إما أصدقاء وإما مقربين منه يا إما يعني بلغم قد تبدو هناك حساسية مع بوشنتوف لكن مثلا عبد الرزاق الشريف كان قريب جدا منه هذه كانت الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة وهي اللي تمت قبل عشرة أيام هو أنه قام بالإيطاحة برئيس القوة البرية قائد القوة البرية حسن طافر وقائد القوة الجوية عبد القادر الوناس وقائدي الأركان في كل منهما زائد الأمين العام لوزارة الدفاع هذه هي الحلقة الرابعة الآن لم يكتفي بهذا حتى ما يخليهمش يكونوا في حالة قدرة على رد الفعل فبعد الانقذاض وبعد الإيطاحة ماذا في الهجوم المتتالي عليهم أي تهديدهم بالسجن وبالرقابة القضائية وبالضغوطات القضائية بحيث أنهم يكونوا في حالة دفاع عن النفس أكثر منهم يكونوا في حالة محاولة لرد فعل منظم فيما بيناتهم أي أن جايد صالح وهو يقوم بهذا فإنه قام يهدف إلى تحقيق أنهم ما ينظموش نفسهم بحيث يكونوا قادرين على رد الفعل خاصة وهو يعلم أن جهات أخرى يقودها مثلا كما قلنا يقودها توفيق أي الذين سقطوا ما بين 2013 و2015 ينتظرون ينتظرون ربما حتى التحالف لذلك تأكدوا أنه سيستمر في الضغوطات القضائية سيستمر في منحهم من الصفر سيستمر في تخويفهم حتى لا ينظموا أنفسهم في محاولة لرد الفعل لكن هذا في نفس الوقت يثبت شيء آخر هو كيف كيف أن بلد مثل الجزائر اللي كانوا يقولهما فيه أننا مهددين وأن هناك خطر علينا من الخارج وأن هناك وأن هناك والموسو صلى الأعظام كيف عاشت هذه الجزائر بهؤلاء الجنرالات الذين أنتم اليوم تقولون أنهم فاسدون يعني منحوا من الصفر إخضاعهم لرقابة القضائية تفتيش بيوتهم منع جوازات صفرهم هذا كله يؤكد أنهم كانوا فاسدون أو أنهم فاسدين على الأقل أنتم هذا ما تقولونه إذن إذن هذا هذه في الحقيقة ضربة كبيرة جدا لكل الدعاية الرسمية السابقة من أن الجزائر وجيشها القوي وهذا الجيش اليوم 80% من قيات الميدانية تم تم سحقها ويتهمون بأنهم فاسدين ويلقى القبض على بعضهم ويستولون أموال على أموال من بيوتهم ويمنعون أولادهم وأصهارهم وبناتهم من الخروج إلى آخرهم إذن هذا هذا مهم جدا في فهم عندما كنا نقول ولازلنا أننا نحكم بعصابات فنحن لا نبالغ وأنها إجادة هذه القضية الخطورة في الموضوع هو أن كل هذا يتم يتم على خلفية قضية الكوكاين وقضية البوشي وال700 كيلوغرام متاع الكوكاين إذن ما كنتوا تقولون على أن لدينا جنرالات ولدينا جيش ولدينا في الحقيقة كنتم تكذبون على الجزائريين وأنتم اليوم تعترفون أنهم لصوص أو متهمين باللصوصية وبالسرقة وباستخدام النفوذ وباستخدام السلطة في غير محلها إلى آخرهم الآن ثم ماذا؟ يعني ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ بعد أن مر بالحلقات الأربعة التي أصفتها لكم فيما بعد قلت لكم المرة الماضية وأكرر اليوم لأنني سأفتح زاوية أخرى للنقاش وأنه ستكون هناك حلقات الحلقة القادمة أنه سيقوم بضرب جنرالات النافذين أقوى الجنرالات الباقيين اللي هم موجودين داخل رئاسة الجمهورية بن علي بن علي من جهة قائد الحاصل الجمهوري وقائد الأمن الرئاسي في نفس الوقت وبشير طرطاق مولشينيون وقائد المخابرات في رئاس جمهورية قائد المخابرات المدنية التي تخضع لها البلاد كلها قد يلاحظ بعض الناس مرات أني أكرر في ذكر الأسماء ووظائفهم لأن الذين يتابعوننا ليس كلهم مطالعين من جهة وأحيانا يعرفوا أشياء وأحيانا يعرفوها فأنا عندما أجدد الأسماء وأكررها فالناس تشد الأسماء هذه ثم أن الذين يتابعوننا ليس كل جزائرين مطالعين على كل تفاصيل إذن لذلك عذروني إذا شفتوا أنه فيه بعض التكرار في ذكر الأسماء إذن قلت ماذا بعد ماذا بعد هو المعركة القادمة مع جنرالات الرئاسة ما بين قايد صالح ومن معه ثلاثين جنرال الذين معه وجنرالات الرئاسة الآن بدينا نشوف معطيات أو مؤشرات أو قراءة انتحذ الصراء وين نثبت أن نعطيكم ثلاث قراءة وأنتم تحللون كما تريدون القرينة الأولى قبل أربعة أيام يوم الجمعة السبت طلعت في بعض الصفحات تاع الفيسبوك بعض المواقع ولكن صفحات الفيسبوك اللي هي قريبة من ترتاق يمولها ترتاق ترتاق الآن بشير ترتاق من خبرات في الجزائر اليوم كما كانت دائما حتى ينتوفقوا قبله لديها مجموعة من الصحفيين مجموعة من المواقع ومجموعة من صفحات الفيسبوك وهؤلاء يعطوا لهم التعليمات على الأشياء اللي يركزوا لها طبعا هم عندهم تركيز دائما على سب الناس اللي قاوموا النظام على افتعال الأكاذيب افتعال البروباغاندا ضدهم نشر صور كاذبة نشر كلمات كاذبة نشر فيديوهات مقتطعة نشر 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 هذا دورهم يمولوهم لكي يقومون بضرب كل من يواجه العصابات ولنشر اليأس حتى فيما بعد الناس يقول لك شفت فلان او ظهر هو ثاني هكذا او ظهر هو هكذا وفي الحقيقة تشويه للناس اللي يواجهوا طبعا هذه طبيعة الأشياء كل من يواجه المستبي الدين طغاد نحن اليوم أنا كمسلمين احتفلنا وتذكرنا عشراء كل فرعون عندما كان يخاطب عندما كان يخاطب سيدنا موسى يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ويقول له في لحظة يقول له انه يريد ان يخرجكم من دينكم من أرضكم وانهم شرذيمات قليلين وانهم لنا غائضون وانهم طبعا القرآن لعل اكبر صور اكبر قصة تعرض لها القرآن من كافة الزوايا من كافة الأوجة من كافة الأبعاد من كافة المعطايات من كافة هي قصة فرعون وموسى ولماذا؟ لأن قصة فرعون وموسى تتكرر في التاريخ البشري بشكل دائم ومستمر لا تتوقف يعني أولئك الذين يقاومون الطغيان والفساد والديكتاتورية والفرعانة وأولئك الذين يستفيدون من ذلك وبالتالي يهاجمون كل الذين يقاومونهم أو يدعونهم إلى الإصلاح يدعونهم أو يأمرونهم بالخير وينهونهم عن الشر إذن قلت هناك مواقع محسوبة على تارتاق هاجمت بهات دين طليبة بهات دين طليبة اللي من لا يعرفه هو راه اليوم نائب برلماني وليس فقط نائم برلماني نائب رئيس البرلمان رئيس البرلمان رأكم سمعتوا بلك قبل خمس أيام قالوا راح لفرنسا خاتوا جاتوا بحة جاتوا بحة صوتوا مبحوح راح لفرنسا هؤلوا المسؤولين الجزائريين يوجعوا راسوا جه بحة يحبين يحذرسا فرنسا وبريزون شارج المهم بهات دين طليبة هذا أصبح شخصية كبيرة وهو في الحقيقة تاجر مخدرات تاجر مخدرات معروف ولأنه عنده ذكاء أو خبث بتعبير أدق التسق وتخلف مع أولاد قايد صالح هولاك من يقول أنه أنهم زوجوه واحدة بنات قايد صالح لما توفى زوجها حتى فيه يتهمون أن زوجها اللي قتلوه هما أخوة أبناء صالح نفسهم ويقولوا أنهم زوجوا له هذا البنت وهناك من يقول لا ما فيش مصاهرة بناتهم إنما هناك شراكة في البزنس وفي النهب سواء كان طليبة شريك لقايد صالح وأبناءه في النهب أو هو نسيب لهم وصهر لهم فإنه معروف وعلى نطاق واسع أنه تاجر مخدرات ثم بعد بعد تجارة المخدرات تدخل في عملية النهب نهب العقارات نهب الأراضي نهب البنوك نهب 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 وبطبيعة الحال يستند على من؟ على الرجل الأقوى في البلاد أو الشخص الأقوى كلمة رجل كبيرة عليهم شوية إذن يستند على ذلك فخرجوا له هذه المواقع التي تابعة لترطاق أو تأتمر بأمره قبل أن يخرجوا التسريب الصوتي خرجوا أنه يريد تحطيم الحجار وهو فعلا يريد كذلك بعدها بيومين أو الأمس اليوم خرجوا له تسريب تليفوني تسريب تليفوني يتحدثه مع أحد البلاطجة أو أحد ليفوايو أو أحد اللي يسموهم المصريين البلطجية أحد يقول له لازم تقوم بكذا وتعمل كذا والآخر يرد عليه ويقول له أنا قمت من قبل وفدتوا علينا المهم التسريب هي ستة ولا سبع دقائق وواضح أنه اللي أعطاهم التسريب مسجلوا مليح يعني على الأرجح أن جهاز مخابرات التابع لبشير ترطاق هو لمن مد هذا هذا التسريب للصفحات وانتشر على الأنترنت وهو تسريب صحيح بالمناسبة القرينة الثالثة على أن نبدأ الخصومة أنا نعتقد في القرينة الصغيرة رأي ما زال جاي القرينة الكبيرة أنا سنشوفها في الأيام القادمة القرينة الثالثة هو هذا حميد قوسم اللي هو رئيس مصلحة الحدود شرطة الحدود أو مدير شرطة الحدود لاباف تم إسقاطوا من طرف الهبيري ثم أول أمس وأمس أعادوا بدوي بدوي الزر داخلي خلالنا نقول كلمة سريعة على الهبيري لأن ربما بعض الناس ما يعرفوش الهبيري في واقع الأمر هو ضابط سابق في الجيش ومنذ حوالي عشرين سنة تقريبا وضعوه تقريبا من اللي جابتفليقة وضعوه على الحماية المدنية هذا لم يقبل وهو تجاوز ثمانين سنة ومعروف أنه رجل سكير يعني ما يسحاش لما طاولوا المنصب لما بسرعة قطاحوا بالهامل وندوه لكي يكون هو المدير العام لشرطة وصيب بصدمة وصيب بخوف مرعب قال لمقربين منه راهو ما أعطاوني أنترا بلان دومين راهو ما أعطاوني أنشون دومين وين نمشي دركة تترتق علي مينة أعطاوني حق المليء بالقنابل وين نمشي رح تترتق علي هو عارف صراع اللي قائم في عرم السلطة وهو رجل تجاوزة ثمانين سنة وبعدين الآن عنده ملايين دولارات اللي ينهبها وعنده أموال في الخارج وعنده أولاده أيضا خرجوا أموال كثيرة إلى آخره فأولا كان حاب يدل رتريت ويرتح على روحه لكنهم أعطاونه المنصب المنصب في الجزائر أنت طبعا لا تستطيع أن تقول لهم لا ما ناخدش المنصب بعدين واللي هو متهم مع البوشي يدخلوه مع البوشي أو مع غيره يعني يجيبوله فما عندوش خيار إلا أنه كان لازم يغادر أو يأخذ المنصب فأخذ المنصب وهو في مصيب الآن لما يجي يقوم كل ما يقوم به الهبيري هي أوامر من عند القيد صالح ولذلك الإطاحة بتاع باف والإطاحة بتاع المسؤول تاع المطار من الشرطة كانت أوامر من القيد صالح لم تكن شيء لكن جاء بدوي رجع هذا حميد قسم لأنه جاءت أوامر عن السعيد نحن نعرف أنه فيه خلاف نقول السعيد هنا رأينا نتكلمه أيضا ترطاق وبن علي بن علي نحن نعرف أن الخلاف واضح ما بين ترطاق وبن علي بن علي والقيد صالح إذن هذا يثبت أيضا أن الدولة تتفسخ جهة تطيح بمسؤول وجهة أخرى تعيد واضح جناحين داخل السلطة واضح واضح وضوح الشمس لكن طبعا الأشياء اللي ما نراش نشوف فيها أو ما نراش نسمع عليها أو راه راه بلا حدود الشيء اللي راه جاي الآن هو أننا بالتأكيد أنا قاعد صالح كما قلت سيمر لهذه المجموعة بن علي بن علي وطرطاق ومن معهم ولكن أيضا هو الآن يقوم بشيء هو لا يريد أن يكرر ما قام به تبون في صيف في صيف في 2017 قبل حولي عام وربع شهر إذا كنتم تتذكرون عندما أعينا تبون في 2017 خلفا لسلال لعبد المالك سلال بعد أيام بداي يتكلم على المافيا وعلى هذا رجال نهب المال هو يسمى رجال الأعمال وأنه لازم نقوم بكذا وبداي تخفي إجراءات وبدأ يعطي تعليمات للولايات وكذا إلى أنه توقف على مدهم الأراضي يبدأ يبعث كثير رسائل إلى البنوك توقف على عطاهم القروض إلى آخره فمشأت الأمور بعد رمضان وكانت فيه موجة في الفيسبوك والناس قالوا ها هو الجر رجل الذي سيقوم ستعى عنه حملة أيدي نظيفة وأنه كذا وخدا تبون نوع من الشعبية خاصة أن الغريق كما يقال يتعلق بقشة شعب جزائر يغرق وبالتالي أي واحد يشوفوه يضرب المسيدين والله ينقص لهم والله يهجمهم والله يعتبروا ويشدوا فيه يعني لكن كما تعرفوا أيضا تبون كان هو أصغر رئيس حكومة في الجزائر أقصر رئيس حكومة في الجزائر بحيث أنها لم تدم حكومته إلا حوالي 84 يوم أو 85 يوم وتمت الإطاحة به وأطاحوا به بطريق بشع جدا بحيث أنهم بعثوا تعليم كما قالوا إلى قناة قناة صاحبها يعرف بابن الحركي وهي قناة مفسدة مفسدة ومجرمة تماما وصاحبها ينشر في جرائم ليس له حدود هذا الأيام راه يدير في شاكي بخليل لأنه الأمريكيين راضيين على شاكي بخليل وربما يدعموه في الرئاسيات فهو هذا هذا اللي عنده هذا القناة تره يدرك تبدأ وتشوفه يدير كثير من شاكي بخليل والأمريكيين و على كلين قلت بعثوا تعليمه إلى هذه القناة وتعليمه كانت مؤلمة باسم رئيس الجمهورية كما يقول يهاجم وزيره الأول وباين بعدها بيومين ثلاثة قالوا له انتهت أيامك قيد صالح لا يريد أن يكرر هذا لذلك أقدم على طرد كبار جنرالات الهدف هو السيطرة على إعادة جمع مراكز السلطة التي توزعت أن تكون في يده وفي يد من معه بحيث يكون عنده القدرة على تعيين الرئيس في أفريل القادم هو حسب رغبته وبدون تدخلات من الداخل طبعا الخارج وموافقة الأمريكان والفرنسيس ما فيهاش نقاش والسبب الثاني أيضا الآن بدأ يعطي انطباع للجزائريين بأنه أوكي هو يحارب نعرفه في بعض الصفحات لعل أهمها وأخطرها صفحة أمير دي زيد اللي فضحت الجنرالات وأبنائهم وأسهارهم والمتعاملين معهم كما لم يسبق له مثيل يعني هذه الصفحة فضحتهم بشكل رهيب جدا وفي الغالب بوثائق مؤكدة وبتفاصيل مؤكدة فقايت صار حشعر بالخطر في الحقيقة أن الفيسبوك وبعض الصفحات فيه كما قلت تنشر في جرائم وفي فضائح غير مسبوقة بالنسبة لها الجنرالات وأكثر من ذلك كما صفحة أمير دي زيد هو أنه ينشر السراخات العسكريين يعني كيفاش يرسلوا لهم يرسلوا لخبز البيت يرسلوا لشوف ورنا في الحراسة شوف ورنا كاش كذا وتفاصيل طبعا تصلني كثير من الصور وكثير من التفاصيل لكن يراني مركز على الجوانب الأساسية ربما أو السياسية في حين يركزوا آخرين ومنهم خون أمير على على فضح وتقديم الصورة بأبسط صورها وعلى فضح هذه العصابات التي تحكمنا إذن فهموا جايد صالح فهم أنه ما يكررش واشدر تبون أقدم على ضرب كبار جنيرالات سيطرة على السلطة بحيث تصبح في يده بقوة وفيما بعد سيتجه لجمعة نهب المال ولمن يناصرهم ليس حبا في في الشعب الجزائري أو قضان على الفساد فهو مفسد وأبناء مفسدين نهبوا عن نابا كلها ومدن أخرى وأصهاروا لا يقلون وهذا طليبا المقرب منه تاجر مخذرات جعلوا نائب للبرلمان وطبعا في البرلمان كثير منهم ليس فقط هو كثير منهم إذا ما اشتجار مخذرات مباشرة هم سماصرة أراضي هم مفسدين هم يعني ليس هناك شفتوا ميرتا راس الماء بلدية راس الماء كل المسؤولين الجزائريين اليوم هم في نفس الوضعية إلا من رحم ربك هم مير راس الماء الفساد الأخلاقي والفساد المالي والنهب وهذه بكل ألم وأسف أقولها على الجماعة اللي رأيت حكم البلاد وكنا نتمنى وكم كنا نتمنى أن فيديو مثل هذا تحدث فيه على إنجازات اللي راه يتقوم بها الحكومة وأنه بلدنا الجزائر راه يقال اليوم واحدة من أكثر دول تقدما وأنه اكتشفنا كذا وبعنا كذا وأنه لم نعدنا تمدل على بيترول والأغاز وأن العقول الجزائرية اليوم أصبحت مثل العقول الألمانية أو العقول اليابانية أو قل حتى العقول الماليزية والتركية كم كان يسعدني أن أقول هذا لكن هاكم تشوفوا رايحين جايين نتكلموا على هذا هذا اللصوص هذا المفسدين الذين لا ليس لهم فهم نهائي من أنه الشعب راه بلغت به الأمور والغضب إلى حد غير مسبوق أراكم تشوفوا اليوم وهنا وأنا نحدث فيكم في حوش المخفي وفي أماكن قريبة منه المعركة اللي قائمة ما بين قدماء الجيش وما بين الدرك اللي يضربهم بشكل سيء وأطلق عليهم البارود والخرطوش وكثير منهم صور مؤلمة حقا هذا قدماء الجيش هذا عناصر الجيش اللي المفروض كنت تقولولهم أنكم تدفعوا للوطن وأنكم تدفعوا للبلاد وأنكم تدفعوا فهذا إذا هذا خرجوا لكم وأصبحوا يواجهونكم وحبين يدخلوا للعاصمة بالمناسبة إخواني في قدماء الجيش إن شاء الله الأيام القادمة راح ندير ربما فيديو خاص أو نكتب منشور خاص كيف تواجهون هذه العصابة لأن لحد الآن طريقة لكم تواجهون بها لم برغم أنها جيدة خلت قضيتكم حية في المواجهة إلا أنها ليست لها فعالية كبيرة لأن الطريقة راهم فاهمينها وراهم يتعاملوا معاكم ببساطة وهو أنه يعطيكم العصاب لازم تكون طريقتكم من الذكاء بحيث أن يتخلوهم ما يقدروش يعطوكم العصاب وتفرقوا القوة نتاحهم على كل إن هذا موضوع إن شاء الله لما أجد الوقت نرجع لهم إذن قلت موش فاهمين أن هناك غضب كبير جدا يعتمل عند الناس وأن الناس سترى كيف تغرق تبسة وبسكرة وباتنا وقسنطينا والمدينة الفلانية والمدينة البشار وتمطن الرأس طول أغوة كيفاش نتغرق وإنتم اللي قلت وصرفنا ألف مليار دولار كيفاش الرداء اللي راه في البلاد كيفاش وصلنا إلى هذه الإهانات اللي العالم أجمع يشوفنا فيها كيفاش رئيس محنط تقولونا شخص محنط تقولو رئيس وتحبولو عهدى خامس أكثر من ذلك ويطلع السفين أنت ولد عباس يقول يقول شفتوا الرئيس العملاق يعني استفزاز حقيقي لو كان لو كان لو كان هذا ولد عباس يجي تشراء لو كان شراءته يكون شراءه الشعب الجزائري باش يخله ثم باش يستفز الجزائري يعني ولد عباس هو رمز الاستفزاز طبعا ليس هو فقط كان عدد كبير من مثله لكن هو هو أكبر رمز للاستفزاز يعني يدفع بالجزائري للثورة إلى الانتفاض ورانا رايحين ما زل الناس يتكلمون من هو الرئيس شوف الجماعة العصابة الحاكمة هذي مش عارفة من هو الرئيس كل ما هناك نقايد صالح يريد أن يصنع الرئيس أن يتحكم في صناعة الرئيس وأن يعيد إنتاج النظام لأن تبون كان قال ها لهم قال لهم أنا راني محاولة لإنقاذكم وإنقاذ الوضع بمعنى أنا تبون رحب يقول لهم أنتم ما راكم بالغتوا ما راكم تشوفوا في الحقيقة ما راكم تشوفوا الصورة والغضب فأنا جيت باش نمنعكم نمنعكم من ارتكاب جريمة في حق أنفسكم لأن إذا استمريتوا بهذا النهب وهذه السرقات فإن الناس ستنطفل وستثور لكن ما فهموش وأعطاحوا به برغم أن تبون ولد العصابة يعني من مرة أن هناك دائما المخاطرة من أن تتم الإطاحة أن الجماعة لا تفهم أن قايد صالح يريد إنقاذ النظام وعادة إنتاجه فتقوم بالإطاحة به وبالتالي يسهل عملية الانفجار أكثر فأكثر لأن قايد صالح راوش حب يجيب حب يجيب واحد من الأسماء اللي ربما يعني ماهوش مشهور عليها الفساد ويجي يقول هذا نحطه في الانتخابات القادمة هل سينجح في ذلك أم لا هذه سما نراه في الأيام والأسابيع القادمة لكن المؤكد هو أن حبيت في هذا الفيديو أن نحطكم في تطورات الصراع في بروز بداية بروز الخلاف العلني في الأيام القادمة سنرى كثير من القضايا ربما نسمع عن بعض التفجيرات هنا وهناك سنرى حرائق هنا وهناك بكل أسف إخواني توقعوا هذه الأشياء حتى لا تكونوا يعني تصابوا بالدهشة أو بالصدمة سنرى بعض الأشياء التي تحاول تبين بأن عندما يتخاصم أو يتعارك الأفيال فإن العشب هو الذي يدفع الثمن كما يقول المثال الإفريقي هذا ما سنرى في المستقبل الآن إذا سمحتم دعوني أرد بسرعة على بعض الأسئلة لم أريد أن أطيل كثيرا لأنني عارف أن الوقت متأخر وإن شاء الله ما زلنا فرص أخرى أيضا بعض الأسئلة على السريع سؤال هل هناك جهة تعمل لصالح البلاد والشعب مغلوب على أمره أما أننا في الطريق الأسوأ لم تحدثنا على الاستراتيجيات التي يريدون تطبيقها الانتخابات القادمة وكل جهات المحيطة بالحكم لا تصلح ما العمل لو الانتخابات لم تأتي بجديد الانتخابات لن تأتي بجديد ومن يعتقد الانتخابات ستأتي بجديد فهو في الحقيقة طيب جدا حتى لا يقول ساذج ومن يشارك في هذه الانتخابات هو ساذج جدا حتى لا يقول مجرم ومن يعتبر أنه ممكن يدخل وأنه يقوم بكذا ويعمل بكذا فهو لا يفهم التاريخ ولا يقرأ التاريخ ولا يعلم أن الشادل بن جديد كان رئيس دولة وكان عقيد وأطاحوا به وأن أبو ظياف كان زعيم ثوري وجاءوا به وقتلوه وأن سروال كان جنرالا وأطاحوا به وأن 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 ليعتقد بأن الانتخابات في الجزائر ستأتي برئيس جديد من الأحسن له أو سيتكون باختيار شعب رئيس باختيار شعب ورئيس جديد وشرعي وأحسن له أن يؤمن أن الشيطان سيدخل للجنة وأنه سيكون دعيا للإيمان حتى لا أطول في هذه وكل الأرانب أو الفئران الذين يريدون أن يشاركوا في الانتخابات فإنهم يضيعون وقتهم وجهدهم ومالهم ويخدمون العصابة خدمة كبيرة جدا ولن أزيد شكرا أستاذ عندي سؤال إذا كانت تحرك من الجايد صالح والسعيد بوتفليقة وأن ما يحدث من يقالات في المؤسسة العسكري كانت بالتنسيق بينهما أين يكمن الصراع لا هو ليس بالتنسيق بينهما وليس إنما هو جايد صالح يفرز شروط هو صاحب الدبابة فهو يفرز شروط على السعيد بوتفليقة وعلى الآخرين لكي ينفذوا ما يريده وهم فقط يدير الكاشي السعيدرة غير يدير في الكاشي يقول مرسوما عند رئيس الجمهورية سؤال هل بمقدور الشعب تغيير الموازين في مثل هذه الظروف التي تتمر بها البلاد والأجنحة الأربعة المتصارعة نسيت أن هناك جناح خامس وهو صوت الشعب نعم الشعب يمكن أن يحدث تغيير نعم الشعب هو الأصل في التغيير نعم الشعب هو الذي يجب أن يحدث تغيير لكن الشعب يحتاج إلى وعي وهو ما نقوم به ويحتاج إلى مجموعات منظمة يجب أن تكون على الأرض وهذا يجب العمل العمل عليه بقوة وبسرعة ويحتاج أن يرى أن هناك بديل لأن الشعب في النهاية لا يريد الشعب يعرف أنهم لصوص ما كانش واحد في الجزائر شوفوا خوة ما كانش واحد في الجزائر ما يعرفش أن هذا الجماع لصوص وكذبين وسراقين وفجار وزونات كل شعب كله يعرف يعني كل المسؤولين على استثناءات قليلة كما قلت لكن الشعب عنده الذكاء الجماعي وهو أنه هذا اللصوص وهذا المجرمين وهذا يرى هم ما زالوا وهم موجودين حتى وهم ينهبون حتى وهم يخربون حتى وهم أزالت بعض الأمور رح يتمشي شوية يعني ما زالت كين شوية كهرباء كين بعض الإدارات المفتوحة كين بعض البلديات كين مدارس إلى آخر على ما فيها من رداء ما فيها من فسد فالشعب وش يريد يعرف أن هناك ثمن يدفع للتغيير لكن يريد أن يرى على الأقل أن هناك أشخاص معينين أو أو جهات معينة يأمل لها حتى تقوم بالتغيير وهو متى يرى ذلك يترى لجب أن يرى ذلك في خلال إضافة إلى الوعي لنقوم بأنا وغيري لازم أن يرى ذلك أيضا في ناس على الواقع ولذلك أنتم في أي مكان في الجزائر إخواني حاولوا دايما أنكم تتقربوا من الناس اللي فيهم خير واللي يريدون الخير للبلاد حتى تظهر وجوه جديدة للشعب وتظهر في الفيسبوك وتظهر في أماكن أماكن أخرى أجيب على سؤال الأخير أو سؤالين هل الحرس الجمهوري منفصل عن وزارة الدفاع ولا يمكن القائد تدخل فيه الحرس الجمهوري هو عسكري ولكن ومن حيث العسكري أنه قاعد صلح يتدخل فيه لكن من حيث الوظائف والمهام فلا يستطيع يتدخل فيه لأنه عنده قائد خاص بمعنى أنه وكأنه سلاح مختلف وهو يتبع الرئاسة ولا يتبع قيادة الأركان رفعت تغطية الأمنية عن سفارة وقصولية فرنسا في الجزائر أي نعم رفعت تغطية الأمنية لأن فرنسا رفعت تغطية الأمنية على بيت السفير وعلى السفارة في فرنسا فهم ردوا بالمثل ليس هناك أي مشكل بين العصابة وحكام باريس حكام باريس قاموا بذلك لأنهم يحتاجون لتخفيض التكاليف فالجماعة ردت بالمثل باشتبين باللي راح تستطيع أن ترد بالمثل كما قلت الموضوع اللي يتعلق بإخواننا اللي هما قدماء الجيش إن شاء الله سنخصص له إذا مشي فيديو سنخصص له مقال وسأشرح فيه كيف ما هي أهم الخطط والطرق والاستراتيجية اللي تتبعوها حتى تستطيعون أن تصلوا بأنتم وغيركم من يواجه هذه العصابات أن تصلوا إلى الانتصار بإذن الله حياكم الله أخواني أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة